اخوتي اخوة تاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا لكم واحد الخبر لهو خبر صادم خاص للجالية المغربية سواء المقيمة خارج مغرب او كذلك للمغاربة بالمغرب يعني الحكومة المغربية تقرر فرض حظر تجول ليلي ابتداء من الساعة التاسعة ليلا الى الخامسة صباحا وهناك كما ستعودنا الحكومة المغربية دائما تجيب القرارات المستعجلة يعني تيحطوا القرار غايتطبق من بعد ساعتين يعني حطوه البارح بالليل جوج غشت احنا اليوم ثلاثة غشت يعني البارح بالليل يعني ما كيش حتى فرصة كيفاش انك تدير فيديو تتعلم به للناس والاخوان وعلى اساس انه هو غايت يتطبق ابتداء من اليوم يعني ثلاثة غشت 2021 احنا بغينا غير نشرح المعلومات اللي جات في هاد القرار في هاد البالاق علاش بس الاخوان والاخوات ما يبقاوش ياخذوا شيء يعني شيء ضعيرات وهم ما عارفينش اشنو اللي غايت يديرو وشنو اللي غايت يديروش اول شيء تقول بالاغ بان الحكومة المغربية خذات واحد الاجراءات احترازية ابتداء من التاسعة ليلا الى الخامسة صباحا يعني حتى شي واحد ما يخرج الا بعض الاشخاص وبعض الفئات اللي غايتين سرحوها في هاد الفيديو علاش هاد شي كامل قلق للحد من الاصابات والحفاظ على صحة المواطنين يعني ماشي تديرو بحل ايطاليا فرنسا تحطوا واحد القرار بعد التشاور مع اللجنة يعني العلمية والتقنية يحطوا واحد القرار يعني على مداد يليومين على الاقل يعطوا فرصة للناس اللي خارج عطلة ولا خارج تدير حاجات اخرى هنا تيجي قرارات دائما مستعجلة ولكن بالنسبة لاخوان والاخوات اللي سيدوزوا في العطلة ديالهم في المغرب ما يتخلعوش لان هذا قرار غير من التاسعة ليلا الى الخامسة صباحا اش نجا في هذا القرار اول شيء انه الزامية ديال الفنادق والمؤسسات السياحية عامة اشنا هو عدم التجاوز ديال 75% من الطاقة السعابية يعني لو طيلات وذي الشي ما خاصهمش يكونوا عامرين هنا قلك بغيش يجعل عمل عن بعد سواء للقطاع الخاص او للقطاع العام اشنو قررت الحكومة قلك الابقاء على جميع القيود اللي كانت قبل اشنا هم القيود اللي كانت قبل باش الناس يعرفوها باش ما يغلطوش اول حاجة دائما منع تنظيم ديال الحفلات والاعرس يعني العراس والحفلات وذى راه ما كيج قلك المنع ديال اقامة مراسم تأبين يعني احتى التأبين المية تلا مات لك ميمشوش كتر من عشرة الناس اقل من عشرة الناس فقط هنا قلك تحديد التاقة الاستيعابية ديالاش ديال المقاهي والمطاعم والمسابح العمومية الغير مغلاقة يعني اللي مفتوحة الى خمسين في المية وكذلك النقل العمومي حتى هو التاقة الاستيعابية الى خمسين في المية فقط ما غادش يديرو كتر اشنو هاد كل هاد القرارات علاجات يعني قلك هما بتوصيات من اللجنة العلمية والتقنية ما عرفش اللجنة والتدفى قطة ناس تدروا ذلك القرار خاصة اللجنة العلمية تعطيه بواحد المدة 24 ساعة الاقل ولا 48 ساعة هنا قلك منع التنقل من مدن ضربدة مراك شوء قدير هنا يستثنى يستثنى من هذا القرار شكون اللي غادي تستثنيه يعني هاد القرارات ما غاديش يشمل عليها هاد اللقاح هما الناس اللي عندهم الجواز الصحي ديال اللقاح كامل يعني انت درتيج البال اللولة ودرتيج البالتانية قاع الجلبات المعترب بين في المغرب والجلبات المعترب بين في المغرب هما بفايزر موديرنا كذلك أسرات زينيكا وسينوفارم هذه معروفة وسينوفارم هاد اللي تدروا جوز ديالجرعات يعني خاصك تكون تدرتيج الجرعة الاولى والجرعات التانية كاملة وتكون عندك ذلك الشهادة هنا ما قايل لي لا 14 يوم لا 15 يوم أهم حاجة تكون لديك الشهادة للتلقيه والليلة كنت تدير جلبة جونسون مرة واحدة المهم تكون متوفر على الشهادة للتلقيه والجواز الذي تساوبه في المغرب تساوبه واحد لكارت صغيرة كنت انتق من الناس الخارج رأى غير هذه الشهادة تكون عندك دائما رأى في بعض مرات التطبيق يقبلوه أو لم يقبلوه دائما انطبع هذه الورقة لتجيك لا يبقى مرتاح لان بعض الأشخاص يطلب منك الناس إذا اعطيني الورقة إذا من الأحسن احتاج الورقة تكون معاكم بالنسبة للناس الذين عندهم الجلبة هذو رأى يقضروا يخرجوا حتى من بعد تاسعة ليلا إلا كان مسافر ولا غادين شي مكان كذلك يكون لغادي استثناء هذا القرام هما الناس الذين عندهم الحالات الطبية المستعجلة لا قدر الله شي واحد جاتوا شي حالة مستعجلة يدوه من مدينة لمدينة لان اصلا عنده الورقة ديال الطبيب ديال المستشفى اللي يرسلينه المستشفتين او انتا غادي غير استعجال لمستشفى اخر من غير المدينة هنا كذلك تتعفى الاشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع يعني الشوافرية الناس الذين عندهم الكاميوات فارقونيثات ماشي نقل الاشخاص ولكن نقل السلع والبضائع كذلك العاملين في القطاع العام والخاص الناس اللي خدامين في الشركات وعنده واحد الميسيوم والخدام في ادارة وعنده ميسيوم غير يمشي من مدينة لمدينة راح عنده الحق حتى هو يمشي من بعد تاسع الليلة بشرط انه يتوفر على واحد الواتيقة يعني تكون مكتوب فيها امر بمهمة من طرف هذك المشغلين دياله من الرئيس يعني ديال الشركة والرئيس المسؤول عليه وتكون مختومة من طرف هذك الشركة او تكون مختومة من طرف الادارة اللي راسله الى كانت في الوظيفة العمومية كانت في الوظيفة خاصة يعني من طرف الشركة اللي راسله بالنسبة للمقاهي والمطاعب والمسابح المغلاقة وكذلك الحمامات وقاعات الرياضة هذو را كلهم سيصدوا ابتداءا من الساعة التاسعة الليلا يعني ما كيش يعني حضر تجول ليلي حتى شي واحد ما يحل لاقهاوي لا مسابح لا حمامات لا قاعات الرياضة يعني كل شيء هنا حتى بالنسبة للمساجد ما حدوهاش ولكن ره مدام كان حضر ليلي يعني ما سيكونش تصالة ديالعشاء الحسب يعني دبا من التاسعة الليلا فما فوق هنا ثاني مانعين هنا ماشي غير التاسعة الليلا حتى بنهار يعني عدم تجاوز تجمعات اكتر من 25 شخص إلا كنتم عندكم اجتماع ولا عندكم اي شيء اقل من 25 شخص ما كينحتش مشكلة إلا كنتم اكتر من 25 شخص ضروري انك تاخد واحد ترخيص من السلطات المحلية يعني من العاملات ولا من القيادات ولا من الجهة اللي عندك السلطة المحلية اللي متوفرة في المكان اللي يعني متوفر في انت هذه الرخصة تتاخذ إلا كنتم تجاوز 25 شخص يعني اكتر من 25 شخص كنتم اقل من 25 شخص ما تحتاجوش لهذا الرخصة وهنا كما تتشاهدوا في الاخير بأنه جميع هذه القرارات الحكومية رافي بعض المرات تكون واحد الارتيجالية وارتيجالية كبيرة اللي ما تحتاجوش واحد الفرصة للناس اللي ممكن بعاد ممكن عندهم ظروف خاصة ما عندهمش كيفاش انه يدارك الوقت المهم انت إلا كنت ما قدرشيش تجيب الليل اصبر حتى الصباح واجي عادي بدون اي مشكلة ابتداء من الساعة الخامسة صباحا الى التاسعة الليلا يعني هنا عندك الحق التنقل بدون اي مشكلة الى ابتداء سعودية الليل هناك ستحصل الى اللي كان عندك الجلبة وكان عندك الشروط اللي ذكرنا سابقا وما تنسونا في الاخير الضغط على زر اشتراك وتفعيل جرس وبرتاجيو الفيديو باش يوصل الجميع للناس اللي يعرفوا واللي ما عارفينش على اساس باش يشوفوا هذه الاجراءات الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة